يا حضرتك أنا الأفضل في الجواز بتجاربك يعني بالنزل بجي قبل رأيك يعني مين بينجاحه أكتر؟ اللي بينجاحه أكتر الستات العاملات اللي متجوزين أزواج مشغولين يعني لو الست اللي ما بتشتغلش وجوزها مشغول بتبقى كارثة معلش أنا وقعت مني تقول لي تاني الراجل مشغول الراجل المشغول يتجوز واحدة بتشتغل ولا واحدة قاعدة في البيت الجوز واحدة بتشتغل المشغول؟ المشغول وهو في راجل مش مشغول يعني؟ آآ كتير 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 آآ تمام؟ فالراجل اللي مش مشغول قوي أو اللي هو بييجي مثلا بيغيب عن البيت وقت قليل أو اللي هو ممكن بيشتغل من البيت أو اللي هو بيعمل بالعكس أنا متخيل التعبان ده والمشغول عايز يرجع البيت يلقى الدنيا فل شمعة من وره لا بس حيلاقي بقى بدل فل شمعة من وره حيلاقي واحدة عملة تقوله إيه أنا زح أنا خرجني أنت أقعد تكلم معايا أنا طول النهار وشي في وشي الحيطان آآ المشغولة نعمة يعني جدا جدا لأن هما الاتنين بيرجعوا يعني زي شير كده بيتشاركوا في نص ساعة ساعة قدام التلفزيون ونتعاش وسوا ويبقى هما الاتنين بيدوروا كده على السرير عشان كده يعني ودي حياة دي حياة جميلة قوي لأنه هما الاتنين بيستمتعوا بقى بالوقت الفاضي إن جنرال يعني آآ أنا الأفضل للبيت وللعيال وللتربية الست القاعدة ولا الست الشغالة آآ لو هنتكلم كلام علمي يبقى ده حسب الشخصية حسب تكوين الشخصية بشكل عام بشكل بقى عملي ماشي الست اللي بتشتغل للبيت وللعيال واللي بتشتغلها آآ لأن اللي هي بتشتغل هي متعودة طول الوقت إن هي بتعمل حاجة فلما بترجع البيت بتبتدي بقى لسه عندها طاقة إنها هتعمل حاجة آآ بترجع البيت عندها طاقة آآ والله يعني أنا سوف هكلم عن تجربة شخصية أنا اليوم اللي بقى عود فيه في البيت ببقاش عندي طاقة حتى تعمل حاجة جوه البيت اليوم اللي بروح الشغل تبيراجع بتتفجري طاقة آآ ده باشا عادي آآ شخصية بايونيك يعني عادي آآ ايا حتميل إنها مش تقولي للبيت مثلا أنا تعبانة حد شي على فكرة مشهد مشهور جدا إنه راجل والست بيرجعوا من الشغل هي بتروح تعمل بقى الغداء وتحضر بتاعه هو بيروح يريح ولما الغداء يخلص بقى صحوني وهي عادي جدا وتستقبل العيال وتذكر لهم وكده يعني والله العظيم ده مشهد عادي أنا تقدر أن تعمل كل ده أيوة يا باشا إنما الست اللي قاعدة يعني قاعدة مخصصة حياتها لهذا الأمر مش أفضل لأ ما قلتش كده أنا قلت إن الست دي بتبقى عندها احتياجات أخرى إن هي محتاجة هي بقى كمان حد يفضلها ويديها كواليتي تايم فلو الراجل ما شغول مش بيقدر يعمل ده إنما أنت رأيك أيوة أنا رأيي الست تشتغل تشتغل أي دكتور هو السؤال مثلا أنا معطرد عليه دي أفضل ولا دي أفضل ما بتتخذش بالشكل هذا هو نقول الأنسب في وقت ما في مرحلة ما لمرأة ما لرجل ما لأطفال ما فنحط كل الاعتبارات دي ماشي ونقدر نعرف أنهي الأنسب ماشي يعني إحنا برضو ما بنقسهاش إنه لمصلحة الزوج إيه ولا لمصلحة الزوجة إيه لكن نحط كمان الولاد أنا مصلحة الأسرة أنا يعني مصلحة الأسرة كلها إيه آه فممكن واحدة تقعد تتفرغ للبيت خالص في بداية حياتها عشان عندها أطفال صغيرين مش عايزة تسيبهم وتخرج أو تسيبهم لدادة ربيهم أو توديهم في حضانة أو في أي حاجة ما ياخدوش العناية الكافية ولا ياخدوا الحنان الكافي وتطلع فـ دي يا واحدة يعني إنت شايف إن السيدة اللي عندها عيال وخصوصا من العيال دون يكونوا في أول مساء من 30 سنة من عمرهم لا أول 30 سنة أنا أقول تربعين هو بيقولك أول 30 سنة في عمر الطفل بتبقى حرجة شوية لا أول خمس سنين أول خمس سنين فأنت شايف أن الست في أول خمس سنين في عمر الطفل لازم تقعد له مش لازم مش لازم بس لو قررت تقعد وهي مرتاحة للقرار ده ومتفق مع زوجها على ده كويس الولاد كبروا بقوا بيروحوا لمدرسة كويس يعني أفضل احتياج قادة أفضل إنها تبقى مريبة ليهم